اهلا بكم من جديد اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زيد بن راشد الزياني في واشنطن مع وزير التجارة الامريكي ويلبر روس وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للولايات المتحدة الامريكية واكد الزياني عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين منوها بالتعاون المستمر بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في كل البلدين والتنسيق والتكامل المتصاعد في النمو بين المستثمرين ورجال الاعمال البحرينيين ونظرائهم في الولايات المتحدة كما نوها سعادته بالجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تعظيم الاستفادة من التسهيلات والمميزات التي تتيحها اتفاقية تجارة الحرة بين البلدين قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف إنه من المرتقب حدوث تحسن سريع في تصنيف البحرين الاعتماني في ظل الإعلان عن الاكتشاف النفطي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ البحرين وأضاف يوسف في تصريحات لصحيفة الأيام أن هذا الاكتشاف يشكل دافعا أساسيا في تعزيز الجهود الرامية للتعريف بمزايا البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية ولفت يوسف إلى أن الأسواق المالية حول العالم تتفاعل بإيجابية عالية جدا مع الإعلان عن الاكتشاف النفطي الجديد من جانبه أكد وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين جاهزية القطاع المصرفي البحريني من أجل قيادة تطورات الاقتصادية المرتقبة المترتبة على الاكتشاف النفطي التاريخي الجديد خاصة مع تعزيز وضع المصارف لناحية الملاءات المالية والقدرة على تمويل المشاريع الكبرى أكد رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبد الكريم بوشيري دعم البورصة لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين عن طريق استكتشاف أحدث التقنيات المالية المشجعة على نمو أسواق المال المحلية والاقليمية وتشجيع الابتكار في هذا المجال وقد أوضح بوشيري في تصريحات خاصة بالنشاط الاقتصادية أن بورصة البحرين ستقوم بتزويد الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية بمنصة فريدة لتداول في أسواق رأس المال وفي سوق البحرين الاستثماري التي تم إطلاقها حديثا وبين أن بورصة البحرين ستعمل مع منصة خليج البحرين التكنولوجيا المالية على تهيئة الفرص لخلق ظروف مثالية لجذب كل من مؤسسات الابتكار المحلية والاقليمية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة أعتقد أن بورصة البحرين صراحة كان سباقة ولكن الآن المنتلتي العقلية حق المتعاملين الآن ما مطمئنة من موضوع الفينانشال تكنولوجيا بورصة البحرين مثل ما تدري أنت برين في موضوع الحمد لله وقعنا مع أكثر البنوك وخلاص رح نطلق فيها الإي فوتينغ مثلا قاعد نشتغلها عليه أنزين ففيه أشياء كثيرة عملناها عشان نواكب التطور السريع اللي قاعد يحصل في الموضوع هذه الواحد ودي أن الصير المواكبة أسرع وأقوى الحمد لله البحرين يعني انتبهت منذ زمن بعيد الإي دي بي وبنك البحر المركزية سنوا القوانين وعطوا دعنا نقول الأرضية الجيدة لكي ننطلق في الموضوع لكن أعتقد يجب أن نسرع أكثر أعلن بنكو إنفستكورب عن استحواذه على حصة في شركة ICR الشركة الرائدة في مجال التواصل والاستشارات الاستراتيجية وتارف إنفستكورب من خلال هذا الاستثمار إلى تسريع عجلة النمو الذاتي للشركة وتوسيع نطاق نشاطها وحضورها على المستوى العالمي إلى جانب رصد فرص الاستحواذ المكملة والداعمة لهذه الخطوة من جانبها توفر ICR التي تأسست عام 1998 والتي تساعد الشركات على ترسيخ مصداقيتها وإدارة مخاطر السمعة من أجل تعزيز قيمة استثمارات مساهمها نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم نبدأ مع بورصة البحرين التي أقفلت بانخفاض نسبته 0.65% عند مستوى 1294 نقطة وذلك عاد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.873.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 342 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 39% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.22% عند مستوى 7783 نقطة وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاع العقارات نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع تجاوز النقطة المئوية الواحدة عند مستوى 4895 نقطة وذلك بسبب انخفاض مؤشر قطاعية التي صارت وأيضا البنوك ننتقل إلى الأسواق الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا بنسبة طفيفة 0.04% وأغلق عند مستوى 4581 نقطة بتأثير من انخفاض مؤشر قطاعية الخدمات وأيضا العقارات فيما أغفل سوق دبي المالي بتراجع بنسبة 0.94% عند مستوى 3106 نقاط وذلك بتراجع غلبية مؤشرات البورصة ويتصدرهم قطاع السلاع الاستهلاكية في حين كان الرابح الوحيد في تدولات اليوم سوق مسقط الأوراق المالي الذي أغلق بارتفاع بنسبة 0.27% عند مستوى 4750 نقطة مدعوما بتقدم مؤشر القطاع المالي في خبر آخر أكدت مصادر مطلعة في شركة أرامكو السعودية أن العمل جار لتقييم الفرص الاستثمارية في مجال التكرير والمعالجة وتسويق في الهند وذلك لتعزيز العلاقات بين البلدين والإسهام في تلبية الطلب المتزيد على كل من الخام والوقود والبترو كيمويات في الهند بحسب صحيفة الاقتصادية وأشرت المصادر إلى أن أرامكو تعد موردها أو تعد مورداً رائداً وعالي الموثوقية لنفط الخام للهند التي تنظر إليها الشركة كسوق استراتيجي مهم وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو إن الشركات السعودية والهندية في قطاع الطاقة يمكن أن تفتح معاً فرص نمو جديدة وهائلة قالت وكلة بلومبرغ إن شركة داماك العقارية عينت كل من باركليز وبنك HSBC لإصدار سندات إسلامية مقاومة بالدولار الأمريكي وكانت الشركة قد أصدرت العام الماضي سكوكاً بقيمة 500 مليون دولار ولفترة استحقاق خمس سنوات قام بترتيبها كل من بنك أوف أمريكا وبنكو الإمارات دبي الوطني كابيتل وتوقعت المصادر أن تقوم داماك ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي بتعين المزيد من البنوك لترتيب إصدار السندات إلى دبي حيث استقبل مصطرها الدولي ما يقرب من 7 ملايين مسافر في شهر فبراير عام 2018 وفقاً لتقرير حركة المرور الشهري الصدر عن مطارات دبي وأظهر التقرير ثبات دول شرق أوروبا على قائمة الدول الأكثر نمواً حيث ازدادت حركة السفر بين دبي وهذه الدول بنسبة 17% في شهر فبراير تليها أمريكا الجنوبية بنسبة 13% وتجاوز جمالي عدد الرحلات الجوية 31 ألفاً بانخفاض طفيف نسبته 3% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وبلغ متوسط عدد الركاب 228 راكباً في ذات الفترة ترجمة نانسي قنقر